اشتركوا في القناة اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون امنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا افواهكم وزينوا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد المحطة الثانية ما زلنا نصلي ونمر بالمحطات محطات الدنيا والاخرة اذا علينا ان نذكر على بوابة البرزخ المحطة الثانية صلي على محمد وآل محمد الثالثة بيعلى اصواتكم الله عزيز الله عزيز الله عزيز الله عزيز محمد بعد المحطة الاولى التي يمر بها الانسان والمرحلة الاولى والثانية من مراحل الآخرة يدخل الى المحطة الثانية تحدثنا عن الاحتضار وعن سكرة الموت وعالم البرزخ ورح يبقى عندنا عالم يوم القيامة ربما بعد ليالي القدر أو في أوساطها حسب الفراغات محطة عالم البرزخ حتى اذا جاء احدهم الموت بعد ان يتحقق الموت وذكرت لك الليلة الماضية لفظة جاء تأتي في الموارد الصعبة تحقق الموت بصعوبته حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت البرزخ واجيك الى شرح الآية ولكن وقف على البرزخ في القرآن الكريم ولفظة البرزخ ورد ذكرها في القرآن الكريم في ثلاث موارد لفظة البرزخ موردان منها الحق تعالى يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان آية اخرى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ وحجرا محجورا يتحدث الحق تعالى عن البرزخ وكلمة البرزخ من الناحية اللغوية تعني الحاجز 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 الذي يفصل بين الشيئين تارى يكون حاجز مادي ملموس ظاهر وتارى يكون حاجز غير مرئي حاجز غير مرئي يعني مثلا على سبيل المثال الآن يحطون ذبذبات معينة لبعض الأجهزة ها أنت بمجرد أن تقرب إيدك منها تشعر بنتلة كهربائية مع أنك لم تمس جسم ذلك الجهاز أكو ذبذبات فيها نوع من أنواع المغنطس الكهربائية أنت إيدك بمجرد ما تشوفها بعينك لكن من تقيسها تنتل تشعر بنتلة هذا هو حاجز هذا نوع من الحجز نوع من الستر بين الأشياء في الآيتين الأوليتين الله سبحانه وتعالى يضربنا مثال عن الحاجز اللي موجود ما بين ملتقى البحار والأنهار ملتقى الأنهار والمحيطات سبحان الله حقيقة فرد سر من أسرار الله اللي رب العالمين يخلينا بعض الأمثلة حتى نفهم معادلات الحياة يمكن من خلالها نقدر نفهم عالم البرزخ ماء عذب وماء مالح أجاج الكثافة اللي موجودة بين الماء العذب والماء المالح مختلفة هذا النهر مع بعض يلتقيان ولكن لا يتداخلان أكو بعض الأنهر هذا نهر يصب من سواحل أميركا زين إلى في قلب المحيط الأطلسي ويجي إلى قرابة يوصل إلى قرابة سواحل أوروبا درجة الحرارة فيه تختلف عن درجة حرارة المحيط عرض 150 كم 150 كم عرض هذا البحر سرعة تدفق الماء في هذا النهر في الواقع سرعة تدفق 160 كم في الساعة هذا يجي يصب يطب وين في المحيط الأطلسي تشوف على بعد مسافة منظر رهيب لما يشوفون منظر رهيب اختلاف في لون الماء في كثافة الماء المي الحلو شيء والمي المالح شيء حافة لقاء الماء المالح بالماء الحلو سبحان الله يوجد نوع من الحاجز لم يفهموا حقيقة هذا الحاجز اللي ما يخلي المياه تداخل هو في الواقع نسبة الكثافة أو أشياء أخرى ولكن هذا ما قادرين يفهمون شنو حقيقة الحجز اللي ما يخلي هالأمور تداخل هالماء يبحثون بعض القضايا العلوم ولكن لحد الآن محيرتهم القضية أكو أسماك تسبح بالماء المالح وما تقدر تعيش بالماء الحلو وأكو أسماك بهذا النهر تدخل وهي في قلب المحيط تعيش في قلب الماء الحلو وما تتمكن تعيش بالماء المالح وإذا اقتربت هذه الأسماك أو هذه الحيوانات البحرية الأخرى من هذا الحاجز سواء كانت اللي في المحيط أو اللي كانت في الماء الحلو بمجرد أن تقترب من الحاجز أكو نوع من الألكترونات الخاصة تصيب هنا ثلاث خاصة تمرضها تقتلها ما تتمكن أن تصل إلى هذا الحاجز ما تصل له تعيش وسبحان الله أكو بعض الكائنات البحرية تعيش في قلب هذا الحاجز بنص هالفترة ملتقى الماء وتتكيف تروح للمي الحلو بكيفها وتجي للمي المالح بكيفها وتقدر تعيش في قلب هذا الماء اللي هو المكان اللي مختلط ما بين الماء الحلو والماء المالح هذا بعدين أجيبك أمثل لك يا بعالم البرزخ ينطبق على واقعنا البرزخ في الواقع اللي نبحث عنه آيتين الحق تعالى في القرآن يشير إلى هذا المعنى الحاجب والحاجز الذي يفصل الماء الحلو عن الماء المالحة الآية اللي نحن نبحثها زيان شي يقول الميت حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب يرجعون يا محاوتين يرجعوني ها شاف القبور والتراب ندار عليه وشي يجي جعوني لعل أعمل صالحاً ملكي أرجع أسوي عمل صالح يجي النداء الإلهي السختلاف الملائكة تقول نداء الحق تعالى كلا إنها إنها كلمة لكاذبون إنهم لكاذبون إذا رجعناهم يكذبون بس يرجع للدنيا ويشوف نفسها رجعت للحياة ورجع للكرسي ورجع للمنصب ورجع للفلوس ورجع لالشهوات ينسى اللي هو كان بالقبر ورب يرجعوني لعل يعملوا صالحاً كما أكو ناس حقيقة شفنا شفنا إحنا ناس يتمرض يوصل إلى مرحلة الموت ويا ربي وإخوان ادعولي وما إلي إلا الدعاء ويوصل إلى مرحلة مسجة ويصحصح من جديد وبعد ما يصحصح يقول راح تتغير المعادلة أو يصير مرتب ووضعه يتحسن سبحان الله بس شوية هاي يتقوى وينفش ريشة وعضلاته وشي يلزق لك ضرب بمرته وبجهاله وبأولاده وبوق بالمجتمع ويرجع على ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم ما تنهوا قائلها راح نحطه بمكان خاص ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حاجز ما بين الدنيا والآخرة الماء الحلو والماء المالح ما بين الدنيا والآخرة يجبون يحطون الناس بهالحاجز هذا إحنا نعيش بعالم هس أعبر عن عالمنا بالعالم المالح إذا أريد نقرب الفكرة أهل الجنة وعالم الآخرة أهل النعيم ها عايشين بعالم الحلو ويمكن بعضهم بجهنم بعالم المالح أيضا ذاك عالم المر بلاوي عالمان مختلفان هناك ناس يعيشون في وسط هذا العالم مثل الأسماك اللي تعيش بنص هذا الحاجز بالماء ويتأقلم ينتقل ما بين عالم الدنيا ويرح يشوف البرزخ عنده قدرة الله مضطي قدرة لأن حسب عمله أعماله هس من خلال الروايات والكلام تتوضح الفكرة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حقيقة البرزخ وقضية البرزخ اتفقت الأمة الإسلامية على اختلاف فهمها أن هناك عالم اسمه عالم البرزخ نعم يوجد نوع من التفاوت في فهم القضية بين مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام وغيرهم ولكن الجميع يؤمن بوجود البرزخ وعالم البرزخ أننا ننتقل في عالم آخر كنا في عالم الأشباح عالم الأنوار ثم جاء العباد إلى عالم الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى وين بعالم الذر يعني من النور تحول جسد الإنسان إلى ذرات شايفين هاي ذرات اللي مثل التراب اللي تبين بأشعة الشمس ذرات عالم الذر هسه تقريب الفكرة ها العوالم مختلف لكن أنا أحاول أن أقرب الفكرة بمقدار ما يمكن أن نفهم الحقائق عالم الذر هيكلنا هذا لكن من ذرات صغيرة ثم إجينا هاي الذرات تحولت إلى جسم مادي دم ولحم وعظم ووووووو هاي الذرات تحولت إلى هيكل مادي بعدين في عالم البرزخ شلون راح نكون في عالم البرزخ هنانا بيبحث في الواقع عالمنا في عالم البرزخ ومن بعد ذلك عالم الآخرة اللي هو عالم عالم آخر في عالم البرزخ اتفقت الأمة الإسلامية على وجود البرزخ في القرآن الكريم آيات كثيرة اتشير إلى وجود هذا المعنى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا ها حقيقة الله ينصر شبابنا المجاهدين والله ينجيهم أنا دائما أقول لازم نحافظ عليهم صحيح قتال ولكن ندعولهم بأن الله عز وجل ينصرهم ها ينصرهم وهم أصحاء يرجعون إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين هذا مهم في الواقع هس إذا واحد الله عز وجل احتضنه وشملته الرحمة الإلهية ورزق بالشهادة انيالة انيالة بالنتيجة الشهيد حبيب الله ماذا يقول الحق تعالى وَلَا تَحْسَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ 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 أ روعة تسوى الدنيا ما يريد بعد شوفوا فتعالا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يا راتي جين فلان يا راتي جين فلان عم ترى وضعنا مرتب نحسن من وضعكم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ماكو لا خوف ولا هم يحزنون تعالوا ترى ماكو خوف ولا أكو حزن هنا بر الأمان توصلوا له فرحين بما آتاهم عالم يشير إليه القرآن هذا وين مو في يوم القيامة لا قبل يوم القيامة ولا تقولوا لآية الأخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أنتم ما تشعرون هم أحياء آية أخرى في الواقع تشير إلى عالم البرزخ بشكل واضح يقول الحق تعالى بخصوص آل فرعون بخصوص آل فرعون لعنة الله على الشيطان الرجيم أنا في الواقع أستشهد بآيات كثيرة لبعض الشباب يقول شيخنا تستشهد بآيات كثيرة وقد بعض الأحيان تتداخل الآيات يعني لا يتصور البعض أنه ها الشيخ غلط طبعا بالنتيجة إحنا عدنا حافظة معينة ونسبة معينة تتداخل الآيات بعض الأحيان فإذا تداخلت صلي على محمد وآلي محمد النار يعرضون عليها غدوا وعشية شوفوا النار يعرضون عليها غدوا وعشية يقول وحين تقوم الساعة يعني شنو يعني هذا النار يعرضون عليها غدوا وعشية قبل قيام الساعة وين الدنيا أكنار تعرض علينا لا في عالم البرزخ يعرضون عليها غدوة وعشية وحين تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لما تقوم الساعة في عالم البرزخ هناك يعرضون عليها الناس في عالم البرزخ بعضهم وضع مرتب وضع مرتب في الواقع انيالة بعضهم ينتظر فرد عمل صالح من عندي ومن عندك زين هذا شي قدموا له النبي عيسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام أنا حتى ما أسترسل إن بعدني هم وأعدي كلام إنه الأجسام شلون تصير ووضعنا شلون يصير ولكن هذه إشارات النبي عيسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام مر على قبر شاف صاحب القبر سمع صوت أن صاحب القبر يعذب هاي الحواجز حواجز اللي يشعرون اللي موجودة عندنا هذه ما موجودة عند النبي عيسى ما موجودة عند أهل البيت عليه وأفضل الصلاة وأسكى السلام يمر على القبر يسمع يسمع صاحب القبر نعيم لو بحالة من العذاب أنا وياك ولكن لا تشعرون أنا وياك ما عدنا قدرة على درك هذه الذبذبات ما نقدر خلينا دائما نفكر الشكل حتى نفهم الأمور ببساطة منصحبهم معقولة عليه ابن أبي طالب يدوني ترى مبسيطة القضية دائما نأكد على هالنقطة حتى نفهمها في الواقع سمع صوت من داخل القبر صاحب القبر يعذب فذهب نبي الله عيسى الرواية تقول وعاء الإمام الصادق يقول وعاد من قابل تركه ما تدخل النبي بعد سنة رجاء شاف صاحب هذا القبر في نعيم ماكو لا صوت لاحس لا لا الوضع مختلف قال أي رب مررت عليه السنة الماضية كان يعذب هاي رسالة اللي احنا اللي ايدينا مطلقة وموجود الآن بدينا أن نقدم شيء في هذه الدنيا قال أي رب مررت عليه السنة الماضية كان يعذب واليوم مررت عليه وهو آمن خير وسعادة شنو اللي صار قال جاءه النداء يا عيسى أدرك ولدا صالحا عند ابن صالح جيد ها اللي ما مات من مات وخلف ولد صالح يدعو لأبويه أدرك ولدا صالحا الله أكبر فد ابن صالح امرتب آوى يتيما وأصلح جدارا فد صدق فد عمل خير سوى الله عز وجل رفع العذاب عن الأب بعمل الابن الآن هو يشعر بنعيم حتى أنقلكم إلى المراحل الأخرى شلون عالم البرزخ وضعنا شلون وأرواحنا ش رح يصير بيها وأجسادنا أتوقف فتفاصل قصير ها فتفاصل قصير في الواقع على قضية الولد والابن اللي أنه ممكن عدنا هنا الشاب السيدة رضي هذا من الشباب الطيبين في الواقع شاب طيب و دائما يحاول أن هذا شي بالشي ممكن هو متفاجئ ما يدري شنو سالفة تعال أوقف عمه تعال ما يدري ها أوقف أهلا بالوردة هذا حقيقة الشاب يعني من الشباب الطيب في الواقع السنة الماضية في ليالي القدر جاني وقال لي شيخنا شلون أصلي صلاة الميت ركعة اللي هي من أعمال ليلة القدر حقيقة شلون أصليها مرة وحدة أقطعها كذا شاب بهالعمور في بلاد الغربة ها بالإغراءات اللي موجودة وتشوفه يجي للحسينية ويقرأ زيارة عاشورة ويحضر جلسة القرآن ويحضر المجلس من أول إلى الأخيرة وبعدين يقرأ زيارة ويجي يصلي صلاة الميت ركعة ليالي القدر فرد نعمة من الله الله يطعم إن شاء الله جميعنا إن شاء الله أبناء أبناء أن يكونون أهل خير وصلاح اليوم عيد ميلاده والدته سويت له مفاجأة في الواقع زيارة والده ما موجود الرجل بعيد عنه ولكن والدته مقدمت له مفاجأة أنه دائما يتوسل بأمه اللي يمه خليه أجمع فلوس أنا من الراتب اللي نحصله حتى أقدم هدية الحسينية آل ياسين زين أقدمه باسم الحسين أنا باسمي واسمي نقدمه لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وياريت لو عندي فلوس وأشتري المكان كله أنا في الواقع زين يقول الأمة فأمم سوية مفاجأة في الواقع اليوم بيوم عيد ميلاده متبرعة بألف دولار باسمه أنه هو يتقدم بيها سيد سيدنا بارك الله اللهم صلي على محمد واله من الفلوس اللي مجمعتها مسوية ألف دولار حتى هو ينطيها ومحضرت لهدية قرآن صوتي وكذلك كاية على عمره بيوم عيد ميلاده فرد مبادرة جميلة جيدة التربط بالحسين صلوات الله وسلامه عليه قل يا حسين سلام الله عليك سيدي أبا عبد الله مأجور إن شاء الله وبارك الله بيك والله يوفقك إن شاء الله يكتبوه لوصل باسم هذا الوصل البعض يحتفظ بها كذا وصولات كان يقول أنا إذا قدمت شيء للحسين أنا هذا الوصل ما أريد يروح مروتكم إذا دفنتوني وشفنتوني ونزلتوني بالقبر إش منطي تبرع أريد هذا الوصل يجبوه إياي بالقبر حتى يوم القيامة أقول لسيدي أبا عبد الله ترى أنا انطيتها أنا انطيت لا تستهينون بهاي السماء أنا أقول لك أنه والله الشيخ قاعد يقول لتبرعوا لا أخو أنا ما لقول لتبرعوا أخو أقول لتبرعوا هذا من تين من عدى أشياء الله طبعا يعني هذا من حق المنبر عليكم ومن حقكم على المنبر الحسينية ومصاريف الحسينية وإن شاء الله بعد يومين ثلاثة رح يوقعون خلص الاتفاق النهائي وناقصهم بعد مئتين ألف دولار عم منين يجيبوها لا تتوقعون أكون من يدعم حقيقة ما أكون يعني هذا بشكل عام السجمع بعديا من هل سفكر إلى يوم الجمع مو يوم الجمع الأكبر لا يوم الجمع الأصغر اللي هو بدار الدنيا زين حتى لا تنؤتبتنا الفرصة واحد قدر الإمكان قدر الإمكان في الواقع يحضر نفسه إلهي مالي وحلالي ودمي وروحي وكياني وعقلي شباب قاعد يطون دماء لإسم الحسين سلام الله عليه الآن إحنا موجودين بنسبة معينة إذا واحدنا يمطي شيء من عنده لأهل البيت لا يقصر حقيقة إن شاء الله الله يوفقه ويخلني ذخر لوالديه بحق محمد والي محمد ويحمينا ويحرسنا ويحفظ أولادنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد على حب الحسن والحسين الثانية على حب الزاراء الثالثة بأعلى أصواتكم كتبوا على الوصل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لاحظوا الدقة في تعبير القرآن الكريم مش قدروا على القرآن عباراته ومن ورائهم كلمة وراء هي نفس كلمة خلف في اللغة ولكن الفرق بين وراء وخلف شنو خلف للشيء اللي غير مستور يعني أنا إذا أريد أقول ماذا يوجد خلف هذا الجدار هي نفس العبارة ولكن غلط من الناحية اللغوية ليش؟ لأن الذي موجود خلفه الجدار مستتر عليه هسه يمكن من اعتبره مستتر أدري قسم نساء وشيء لكن إذا يوجد شيء مستتر ما أدري شنو لا أعرف ما يوجد كلمة خلف ما تطلق من الناحية اللغوية أقول ما يوجد وراء هذا الجدار مو خلف هذا الجدار كلمة وراء باللغة تطلق على تأتي في المواطن كم آية في القرآن ما أريد أذكر أتفاصيل فيها تأتي في الموارد اللي الشيء مستور عليه ساتر غير معروف يستخدم الحق تعالى كلمة وراء الله ليش؟ لأنه مستور عالم البرزخ ومن ورائهم وإشارة لفتة جميلة شوفوا تصوير القرآن إش قد رائع هذول اللي ما أخذيهم شقاع يقول يقول ربي ارجعون يعني عينه وين عينه على الدنيا ظهره وين ظهره على البرزخ ظهره على الآخرة القرآن يصورنا أنه هذا بعد عينه على الدنيا وعلى مكانه وعلى عياله وبعده ما مقتنع بالشغلة صاير البرزخ وعالم الآخرة من وراء ومن ورائهم برزخون بعدما تعلق بالدنيا لكن تعالوا إلى آية الشهداء يستبشرون بالذين لم يأتوا لم يلحقوا بهم من خلفهم لم يلحقوا بهم من خلفهم هذا الآن استوى قابضي الروح عينه على الدنيا وظهره على الآخرة ومن ورائهم والآخرة مستترة ما يدري بيها بعد عالم جديد غريب من نوعه عالم البرزخ عالم غريب مستتر الحق تعالى يستخدم عبارة ومن ورائهم أخذوه شعر بالنعيم حوريات وقصور ولذة يدير وجهه باتجاه الآخرة ويخلي ظهره وين للدنيا عم يمارد الدنيا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم صارت الدنيا خلفه وليش عبارة خلف لأن الدنيا مو خافية على أهل البرزخ شايفيها مارين بعالم الدنيا مو مستتر بالنسبة لهم واضح ويقدرون يجون حتى يزورون أهلهم وأقرباءهم في عالم الدنيا إذا أعمالهم صالحة وجيدة الله مطيهم صلاحية مثل السمك اللي يعيش بالمية الحلو والمية المالح ويتنقل في عالم البرزخ يعيش بهالمكان اللي الأسماك الأخرى ما تقدر تعيش يجي شوفوا الدقة في التعبير هنا من خلفهم هنا ومن ورائهم حتى العبارة تحكي لنا صورة وتحكي لنا قصة ينقل الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يثبت عالم البرزخ ترى العالم موجود النبي الأعظم أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا أهل البيت يحدثونا لكن السؤال السؤال لماذا البرزخ مو نقول روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران هذا السؤال أول السؤال الثاني أرواحنا ترجع إلى الأجساد صلي على محمد والي محمد صوتكم على حب الحسن والحسين الثانية الأرواح ترجع إلى الأجساد هنا اختلاف في الواقع في الروايات أجيك على الجواب الثاني اللي الأرواح ترجع له له وشلون تكون بعض الروايات يفهم أن الأرواح ترجع إلى الجسد عندما يوضع الإنسان في القبر لأن يشعر بضغطة القبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سامعين رواية سعد بن معاذ النبي الأعظم أخبر أن سعد بن معاذ فارق الحياة قام النبي حاسر الرأس حافي القدمين ها أجي النبي الأعظم ولم يلقي رداء على كتفه وجاء وشارك في تشيعه وكان يأخذ الجهة اليمنى تارة وينتقل إلى الجهة اليسرى أخرى ثم النبي غسل بنفسه وكفن ونزل رسول الله إلى قبره وأنزله بيده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه أمور نعم تخلص لسعد ابن معاذ من محطات كثيرة لكن أكو بعض الأمور ها أهل البيت يقول شغلك مويا يروح صفي حسابك أنت ما أسأت إلى إنسان مسيء حتى أنا أدخل ها وأمسح إساءتك أنت أسأت إلى مؤمن والمؤمن هو صاحب القضية لازم يرضى عنك شخص يحظر رسول الله عنده آخر لحظات حياته تشهد الشهادتين ينعقد لسانه لا يتشهد ها ما يقدر يتشهد ليش قال يا رسول الله لا تخرج من فمي لأني اعتدت على الغيبة أنا الغيبة بالساني 24 ساعة قاعد هسا مرة واحد يغلط سهوان يستغيب ها لكن الغيبة على لسانه قاعد ويا فد مرة أنا واقف ويا واحد ومبلش بذاك الشخص لازم لك يا يملخ أقول له ويا ما عليك كيفك ويا طرح صديقنا لا خليه روح كذا شماله فوقاه فوق ما يحكي عليش وفي التصرف حقيقة بعض الناس هالشكل إن شاء الله ما موجود من عندنا من عندهم هنا بهالمجتمع الطيب الطاهر لكن موجودين بالمجتمعات الأخرى هذا في الواقع واقف يملخ بصاحبنا أقول له بابا على كيفك اتركه خليش رايد من عنده يا بابا لا تستغيبه لا 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 واقف على المغسله يغسل ويجهب اتجاه المراية طب صاحبنا اللي كان يتكلم عليه من الباب سلام عليكم شافه بالمراية أهلين حج فلان هلو مرحبه أنا با وعيد قلت سبحان الله سبحان الله الآن كنت تملخ ما بقيت ميشين بس تشوف بالمراية أهلين آخر لحظات حياته انتبهوا الغيبة شغلها بآخر لحظة سبحان الله ينعقد لسانه تبين هناك كان يستغيب بريد يقول لا إله لأنما تعود المرؤة على ما تعود شمعود نفسك على شنو كلمة يا حسين تقولها يا الله تقولها يا علي تقولها اهلين كل شي شمعود نفسك هناك بآخر لحظة تلفظ معود نفسي العلغيبة بآخر لحظة بعد ما ينطق الشهادتين معود نفسك سبحان الله روعة روعة ذكر salah على لسانه وياريت له تربة كربلها فهذا ما عنده ما يسوي سبحانيات مثلا يسوي تربة كربلة تربة كربلة هي بيها ثواب مجرد يسبح بيها فيها ثواب الشاهد النبي الأعظم نزل ونزل إلى قبره إلى سعد بن معاذ دفن وعد القبر ذكرنا لكم بموضوع الإتقان حتى الثغرات النبي ملاها وقال إن الله يحب المؤمن إذا عمل عملا أن يتقنه الناس قالوا يا رسول الله رأينا منك عجبا اليوم شفنا أمر عجيب جيت وحاصر الراس وعلى ظهرك ماكو رداء وحاف القدمين قال فعلت ما فعلته الملائكة الملائكة شفت هالشكل يمسويا أنا وياها اللي يمشون على الأرض حفاي وماكو شي على راسهم بلاردة وأروح يمين الشمال قال جبرائيل كان يأخذ بيدي إلى هالحد طيب إيش شخص إيش صاحت أمة صاحت هنيئا لك الجنة يا ساعد الله أكبر التفت إليها رسول الله قال ما يا أمة ساعد لا تحتمي على الله الجنة طرح سعباتها دقيقة مو بكيفتش لا تحتمي على الله الجنة إن ابنك يساعد أدركته ضغطة القبر وقام حليب من خشمي يدر أدركته ضغطة القبر الله أكبر قيل له يا رسول الله غسلت بيدك ودفنته وانزلت القبر قال هايا أنا أشفعله في كثير من الأمور وكثير من الحقائق أكو بعض القضايا حدود معينة النبي يريد يعلم الآخرين يبين لنا ترى هذا الحق لا تنسى هسا واحد يقول للنبي عندك قدرة أن حدتها يميشيلها رسول الله حساباته تختلف بيده كل الأمور لكن بالنتيجة يريد يعلمنا مراعاة الحقوق مو تجاوز الحقوق قيل له يا رسول الله ولكنك قلت أدركته أدركته ضغطة القبر كل هذا اللي سويت قال نعم إنه كان في خلقه مع أهله سوء سيئ الأخلاق مع عياله ويا أمه ويا أبوه ويا زوجته وأطفاله عبوسا قمطريرا قاعد بالبيت مدلغوم وإذا شوية يضحك لازم البيت كله يضحك وإذا معبس لازم البيت كله يعبس زين هذا في الواقع هناك تتبين الحالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الآن بدأ ينضغط بالقبر الآن بدأ يضغط في داخل قبره لازم يحسب ألف حساب العالم موجود والحالة موجودة شلون شنو اللي يشعر ترجع روحه إلى جسده لا ترجع الروح إلى جسد مثالي يسموه الجسد المثالي بعض المسلمين يعتقدون بالتناسخ وغير المسلمين حتى يعتقدون بالتناسخ أن الروح تنتقل روح الإنسان لما تخرج من جسمه تنتقل إلى بعوضة أو تنتقل إلى ذبابة أو تنتقل إلى طائر أو تنتقل إلى إنسان آخر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الإمام الصادق يقول أن المؤمن أعز على الله عز وجل أمن أن تنتقل روحه إلى طير أو إلى بعوضة لا ولكن الله عز وجل ينقلها إلى جسم من نور أكثر من رواية تشير إلى هذا المعنى جسم مثل جسمنا روحنا تروح إلى ذلك الجسم الروح شنية البارحة تكلمنا في الواقع اللي تطلع الشبكة اللي تربطنا بالعالم الخارجي اللي كانوا الليلة الماضية يدري أنا الآن شنو قاعد أقول هاي الروح اللي تخرج وتفصل الجسم عن العالم الخارجي ترتبط بشبكة أخرى ها تشعر الإنسان وتأخذ النفس يصير الإنسان يشعر بآلام بالضبط مثل النوم من ينام واحدنا نايم صعيله لا لكنه ينتقل في نومه يروح إلى مكان يشوف نفسه بخضاء وأكو واحد يدغدغ واحد يلعب بخدة سمري نجيب أشياء ثانية ها واحد يلعب بخدة هو نايم ويشوفه يضحك كيف ويشوفه يبتسيم أو يجي واحد مثلا يضربه يتوجع ألم يشيء لا يعلقه يشوف نفسه معلق هو نفسه نايم مثل ما هو ها لكن يشوف نفسه معلق ويشوف نفسه طائر بالهواء ويشوف نفسه شون اللي يشوفه روح الإنسان في الواقع تتقولب بقوالب أخرى ها تتقولب بقوالب أخرى اللي حتى في هذا الجانب يقولوه يقولون في الواقع الروح ما تخرج تترك الجسد بشكل كامل لأن إذا تركته راح يموت الإنسان وإنما تبقى على علاقة تطلع على الإنسان تتمطط الروح الشكل اللي نريد نصور الفكرة بشبكة أخرى تدخل إلى شبكات تنقل إلى عوالم أخرى وهو ممدد وإذا الإنسان تقوى هو في الواقع يقوم ينقل نفسه إلى عوالم أخرى هو يقوم قال آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك بلحظة من اللحظات من عالم إلى عالم آخر هو الإنسان إذا تقوى ومو بس ينقل نفسه لا ينقل من حوله ينقل من حوله ذكرنا لكم ودائما سامعين أهل البيت سلام الله عليه لطالما كانوا يمسحون على عيون أصحابهم فيروهم مواقعهم في الجنة يشوفون مواقعهم في الجنة نقل نوعية إلى عالم آخر جسمي على الأرض لكن روحي تتنقل كذلك في عالم البرزخ بشكل آخر الروح تنعزل كاملا تدخل في جسم آخر جسم مثالي اللي يعبر عنه بالنور في بعض الروايات الأصبغ ابن نباتة يقول بعد واحدة من المعارك اجي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكنت معه فجاء علي صلوات الله وسلامه عليه وتمدد في النجف في نجف الكوفة بل عبارة يعني بالنتيجة مقبرة وادي السلام اللي الرواية تشير لها تمدد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على الأرض تراب فقال له قنبر يا أبا الحسن ألا أفرش لك شيئا أفرش لك فرد شيء تحت منك فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يا قنبر إن هي إلا ها إن هي إلا تربة مؤمن هاي لو تربة فد مؤمن أو مزاحمته في مجلسه يقول الأصبغ ابن نباتة قلت له يا أبا الحسن تربة مؤمن نعم افتهمناها كانت أو ستكون بالنتيجة هذا المكان لو قبر مؤمن كان لو رح يصير قبر مؤمن ولكن مزاحمته في مجلسه ماذا فقال له الإمام يا أصبغ لو كشف لكم الغطاء ها لو أشيل عن عيونكم لرأيتم في ظهر هذا الوادي أناس في قوالب من نور نص كلام أمير المؤمن سبحان الله أنا وياك جسدنا يروح لكن ندخل إلى قالب هيكل نوراني هيكل من نور ها إلى قوالب من نور يتزاورون ويتحدثون قاعدين يحجون ويتحدثون ويتسامرون ألا وإن في هذا الظهر يا أصبغ روح كل مؤمن ومؤمنة وفي وادي برهوت نسمة كل كافر الأرواح هنا هناك إذا لك مواصفاتهم خاصة كتبوا وادي برهوت فرد على جوجل حقيقة فتشي غريب فتصورة غريبة من نوعها وادي في منطقة حضر موت فتبير عميق بير موجود البعض يتصوره غريب يعني أو البعض يتصوره مثلا عادي ولكن فيه أحداث بالتاريخ صايرة بهذا الوادي الأصمع ينقل بعض أحداث هذا الوادي يقول كنت قد بدت بالقرب منه فأسمع الليلة أصوات أناس من أعماق هذا الوادي ينادون الدومة الدومة يا دومة يا دومة يا دومة اتحيرت دومة وصوت عذاب ويصرخون سألت لماذا دومة سألت بعض العلماء أنا ذاك فقيل لي أن الملك الموكل بعذاب الكفار لأرواحهم ومكان ونسمتهم موجودة في هذا المكان اسمه دومة فهذول يتوسلون بهذا يضربهم وذولا يا دومة يا دومة على كيفك يا دومة يا دومة الله أكبر في وادي الغري ها أرواح كله مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه رواية أخرى الإمام يقول أرواح المؤمنين في نور على شكل يعني في شجرة بمكان كلهم أرواح بشجرة مثل هاي السورية شون هاي السورية أنا وياك الشكل اجتماعاتنا تكون بهذا الشكل ها الإمام أمير المؤمنين حلق يقول يتزاورون وينتظرون من وراءهم قاعدين يسئلون فإذا قيل لهم لا زال حيا بعد حيا رجعوه شوك يتموت شوك يجين اشتاقيناله ها اشتاقيناله لأن قاعدين مرتبتهم مرتبة حلوة طبعا الصديق الطيب إذا وصل إلى مكان يذكر صديقه اشتاقيناله وإن قيل لهم مات قالوا هوا هوا قد أتانا رح يوصل النا هلبي هلبي الشاهد هاي روحنا في عالم البرزخ اللي أنا وياك من الدرك من عنده إلا بعض الأمور مو كل الأمور مو كل الأمور بعض الأمور اللي جايتنا من خلال الروايات لكنه موجود هناك من الروح هذا الميت لما يدخل إلى مدخل ومحطة البرزاخ ها الله أكبر رب رجعوني لحل يعملوا صالحا رجعوني لحل يعملوا صالحا فيما تركت رجعوني يأخذون روحها يحطوها بقالب من نور طيب إذا روض من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران شنو فائدة البرزخ ليش مرأسا النقلة شوفوا حتى بتعاملنا بمحكماتنا الوضعية يجيبون المتهم صحيح له لا يجيب المتهم يحطوه وين على ذمة التحقيق أربع تيام أربع وطعش يوم شهر يدرسون قضيته إلى أن يصدر الحكم بحقه خمس سنوات سجن مع الشغل والنفاذ تعذيب دق جرازات أو واحد لا يحطوه بمكان مثلا بس سجن من دون شغل وتعيب ومعاناة وواحد لا يصدر بحق الحكم هذا واقعا اعدام خلص انتهى صدر الحكم النهائي في حقه أو واحد لا يصدر حكم البراءة في حقه خلصنا الدنيا جلنا بعالم وأجينا إلى العالم الآخر الذار ودخلنا عالم الأجنة في بطون الأمهات وأتينا إلى عالم الدنيا وأطلقت أيدينا للعمل سوي عمل خير ماكو سوي عمل خير أكوها أشكال الناس ننتقل إلى عالم البرزخ بعالم البرزخ على ذمة التحقيق كم سنة؟ ما ندري ماذا قد عمر الدنيا؟ ذكرتلك ها؟ وجدوا آثار لبشر ما القبل يعني لخلق قبل خمسمائة مليون سنة هسا روح عمي مو خمسمائة مليون هوايا بعيدة أخو هاي استراليا مو قلنا ذاك اليوم ها؟ قبل أربعين وخمسين ألف سنة وجدوا آثار لحياة قبل أربعين وخمسين ألف سنة كم سنة؟ ما ندري إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يوم يلزم الحورية يقبل حورية هسا بالنتيجة احنا هذا هذا روايات لا تقول لي أنه وقع يقول هذا الكلام المؤمن يقبل حورية كم ساعة طويل القبلة هنا دقيقة خلصت مثلا ها؟ هناك وإذا يحسبوا له إن يوما عند ربك إذا الدقيقة عادل إذا يومي عادل خمسين ألف سنة يعني الدقيقة كم ألف سنة؟ مولانا فهو قعد وحده يتسامر مع حوريته هو مطول ألف سنة من النعيم واللذة اعكسها خليها عذاب كم سنة؟ ما يدري بعض الناس في عالم البرزخ ها؟ البعض في عالم البرزخ يخد له خد الإمام الصادق صلواته الله وسلامه عليه مسوي عمل خير في دار الدنيا وما مؤمن ما مؤمن بالله لكن سوي عمل خير وكان من أهل الخير هذا غير المسلم اللي مخالف لأهل البيت سلام الله عليهم مول ناصبي المعادي لا 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 ذاك حسابه وحد يا بأديسون لو فرفنا كان من أهل الخير لو فرفنا أعماله جيدة وهذا وخلفنا فتشين مثلا شيخ نافا شنو حكمها؟ يخد له خد فيرى الجنة يشوف الجنة ونعيم الجنة يشوف مواصفات طبعا مو الجنة الحقيقية وإنما عالم أحسن من عالم الدنيا غيره يتعذب هو ما يتعذب إلى مدري كم مليون سنة خلصين يجيبوا يوم القيامة أنا سنت من أهل الخير يقول له إيه غيرك تعذبت ما تعذبت طوال هالمليون كم مليون سنة بعالم البرزاخ أنت كنت تشوف الجنة صفن حساباتك هناك تبدل حسابات عالم الآخر حساب في عالم الدنيا على ذمة التحقيق حطوه بدائرة حطوه بمكان معدد معين إلى أن ننظر في أمره لو إي لو لا إذا واحد يساعده إذا واحد يشفع له إذا تجي واسطة مثلا ها قوية في الدنيا يطلعوا من هالمكان يحطوه بذاك المكان في الآخر ابن سوى لعمل خير خففوا عننا شوية أدرك يتيم دعالة خففوا عننا شوية وهكذا على ذمة التحقيق إذا كان مخالف لعلي وأبناء علي هذا لا يشم رائحة الجنة يعني يلعن ناصبي يلعن أمير المؤمنين ونجيبا نقولها تشم الجنة حاشا لعدالة الله عز وجل المحب شوية هس بيها بحث هذا ما نريد ندخل بهالتفاصيل ولكن بشكل عام أما الموالين لأهل البيت أما الموالين لأهل البيت الإمام أمير المؤمنين في رواية الأصبغ ابن نواة قال يا أصبغ إذا قامت الساعة أخذت أنا بحجزة الله يعني اعتصمت بالله سبحانه وتعالى وأخذ علي بحجزتي حجزتي من الناحية اللغوية هنا أحزامي لكن في واقع الأمر عن المتابعة وأخذ علي بحجزتي وأخذ أبناء علي بحجزتي علي وأخذ شيعتنا ومحبينا بحجزتنا يقبلون على الله في قوالب من نور على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني هناك المذنب من الموالين متديق بالنتيجة موالي علي بن أبي طالب بس ماك الحقوق الناس نعم أمير المؤمنين رح يشفع ليوم القيامة وأن تخلد فيها المعاندين بس المعاند لكن اللي ها ما يدري وضائع وكان امتيع ولو كانوا عارضين عليها حساباتها تختلف من موالين أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لكن في واقع الأمر عنده ذنوب بس يحطوا بالقبور تبدل الجرازات على راسه ها إينا معقولة متديق يعني من أتباع أهل البيت ومذنب إي حتى لا يقول لك تتشجعون الناس شيخنا على أنه ما يصلون وما يصومون وكذا لا لا كل شي بحسابة ترى حسابات رب العالمين دقيقة تيجي الشفاعة وتيجي الواسطات وتيجي لكن كل شي بحسابة كله موجود لكن كل شي بحسابة إلى بالبرزخ صفه وحسابه يجي يوم القيامة مرتب وضع الله أكبر لا وصل يوم القيامة وهو بعد بعالم البرزخ من ما هل قد مسوي ذنوب ما نصفين حسابه يجي بالبرزخ يجي يوم القيامة وفي جبهة هي قطعة ونقطة سوداء الله وأهل الناس يقولون أهل المحشر يقولون جاء أهل النار يجو أهل النار فيقول يا ربي شماتتهم أعظم علي من عذابك هل قاعد تشمتون بينا وإحنا أتباع علي بن أبي طالب سلام الله عليهم لا يعظوا بالله هاي المسحة اللي موجودة من السواد اللي ما للذنب اللي كان موجود ما ريدا يكون أبدا لا 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 طبعا هذا شنو هذا هو يعواج أنا وياك مو الشكيل أنا وياك إن شاء الله هناك يسعى نورهم بين أيديهم واحدنا إن شاء الله يسعى نورهم بين أيديهم لكن هذا هواء مقصر وهواية عنده حسابات وهواية كذا ها فيدرك علي بن أبي طالب ويدرك أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وتترتب حساباته عالم النور في ذمة التحقيق عالم البرزخ مرحلة فسح مجال حتى تترتب تصفي قبل يوم القيامة تصفي ها قبل يوم القيامة حتى من يجي يوم القيامة صادر حكم الإعدام بحقه من أهل جهنم مية بالمية من أهل الجنة مية بالمية أخذ فترة حق قويا أمير المؤمنين يدخل عليه الأصبغ بالنبأة يقول حارث الهمداني إجه دخل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو طاعن في السن يتثاقل بالمشي قال يا أبا الحسن أردعرف مكاني هناك أنا شلون وإياك مولاي يا علي بن أبي طالب وبأشر ليلة القدر الأولى وليلة جرح علي بن أبي طالب مو ها بأشر ليلة القدر الأولى وليلة جرح أمير المؤمنين الكل يلبس أسود بأشر إن شاء الله هاي الليالي جزاكم الله خير الجزا فسأل لي ما عدا ما عدا لكن الريد نشعر بأحزان أهل البيت على علي صلوات الله وسلامه عليه روحي له الفداء الله يلزم إيده للحارث يا بل حسن مكاني فقال له الإمام يا حارث كما قال رسول الله أقول لك كما قال رسول الله لقد أخذ رسول الله يوما بيدي خلص وقت أنا حتى هاي الرواية وأخذكم للمصيمة لقد أخذ رسول الله بيدي وقال لي يا علي لا تخاف أنت أنت وجماعتك مضمون رواية مفصلة في الواقع كلكم معي في الجنة ومكانك يا أبا الحسين وأنبئ شيعتك أنهم معك في الجنة خبر شيعتك يا حارث لا تخف فإنك مع من أحببت وإنك ستراني عند الموت الله أكبر بساعة الموت واقف أمير المؤمنين روحي له الفداء تنظر إليه اللي بعض الناس يقول له هو بالتغسيل أثناء اللي يغسلوا الملائكة في الرواية الإمام الصادق تقول له الملائكة نرجعك للدنيا يقول ما أصنع بالدنيا وبلائها وأنا مقبل على محمد وآل محمد لا ترجعوني أكو واحد يصيح رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك واحد يقول لا ترجعوني أنا رايح العلي بن أبي طالي رايح للحسين لا ترجعوني مكاني زيني الحمد لله شا سوى أرجع يا حاريح يا حاريح لا تخف فإنك مع من أحبات وستراني عند الموت وعند الصراك وعند المقاسمة قال له سيدي يقول الأل أصبغ بالنباتة قلت سيدي وما المقاسمة قال تعطى إلي الجنة والنار صلاحية الجنة والنار ومفاتيحها فأقسمها بعدل فأنظر إلى الشخص فأقول يا جنة خذيه هذا من أتباعي وأرى المعادي فأقول فأقول للنار خذيه هذا عدوي الله سيد الحميري يقول وقول علي لحارث عجب كم ثم أعجوبة حملا يا حار همدان من يمتيرني من مؤمن أو منافق قبل سواء كان مؤمن أو منافق اثنين هم رح يشوفوني يعرفني طرفه وأعرفه بنعته واسمه وما عمل هو يعرفني هذا علي بن أبي طالب وأنا عرفه تراني هم عرف المؤمنين وأنت عند الصراط يقول للحارث الهمداني وأنت عند الصراط تعرفني فلا تخف عثرة ولا زلل أسقيك من بارد على ضمئ تخاله تخاله في الحلاوة العسل الله فدو أروح لك يا أبا العسل أقول للنار حين توقف للعمار دعيه دعيه لا تقرب الرجل دعيه لا تقرب إن له حبل بحبل الوصي متصل هذا لنا شيعة كلنا إن شاء الله إن شاء الله يوم القيامة ما حد يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا لأنوا رايحين العلي بن أبي طالب رايحين للحسين هذا لنا شيعة وشيعتنا يا 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 أعطاني الله فيهم أملا رب العالمين قال لي يا علي اشفع لمن تريد الله 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 اشفع تشفى خلي أملك بالله كبير أنت بين يدي علي وأبناء علي علي يا علي 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 بعد منا ورايح ليالي علي بن أبي طالب علي 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 يا بل حسين يا فاروق الديان إليك عيدنا أمان عهد عهد من عالم الزهر هذا مضمون نحبك لو على حبك يقاطعون يا فاروق يا فاروق الديان إلي يا قال لهم الإمام هذا الليل هذا الليل فاتخذه جمالا يا علي إش قالوا في جواب ولدك الحسين قالوا يا أبا عبد الله لو نقطع إربا إربا ما تركناك يا ابن رسول الله ما نعيفك وحدك أبدا لو قطعنا ونشرنا وقطعنا ونشرنا لن نتخلى عنك جوني يقل يا ابن رسول الله أنا في الرخاء ألحص قصاعكم أنا بالنعمة كلها أقول يا حسين يا حسين يا حسين وفي الشدة أترككم حاشا لله أبدا من تركك يا حسين من تركك يا أبا عبد الله ها ها الله أكبر واحدا تلو الآخر إجوا 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 ها إجوا إذا بالحسين وحيد فريق ينظر إلى أصحابه مجزرين كالأضاحي صار ينادي يا بره يا خضير يا حبيب من مضاغر يا مسلم ابن عوس جمالي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أن يام أرجوكم تنتبهون ليش ما تجاوبني الله يساعد قلب زيانه سمعت أخوها الحسين ينادي وأقل تناصر اتقل اخويا اخويا وما لك معين الله اخويا يا اخويا وما لك معين وقامك على الغبر مطاعي انا منيان انا منيان اجيب المرتضى منيان الله 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 قاموا يشيل بهم فوق صدره ويمددهم على رمضة الغبره لما صفهم نادى بحسره بصاتي موج من العرش ولا احشقال انا دي وان ابو فاضي العضيدي يا عباس اليف واسفر حتخويا منيدي يا اخويا حنيتني وانويت جيدي يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المفطرين يا اغياث المستغيثة لحظة الدعاء وليلة قبل ليلة القدير صحيح طولنا عليكم بس تسويه ما باقي شي خلاص شهر الله يا اغياث المفطر اذا دعا يا اغياث المفطر 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 صاحب حاجة من أوصانا بالدعاء هواي من الشباب وموصين قضاء حوائج أي رب نحن نعرف المصلحة الإلهية ونعرف أنك أي رب أرحم الراحمين والأمور بيدك لكننا في هذه الليالي نطرق بابك يا غياث المستغيثين إلهي اللي عند حاجة شفاء مريض الكثير من الشباب وصون من حصلين إقامة إلهي سهل لهم يا الله اقضي حوائج المحتاجين أددين كل مدين شاف مرضى المؤمنين يا الله إلهي بحق محمد وآل محمد أبطال الحجد الشعبي شبابنا المقاتلين احرسهم بعينك التي لا تنام انصرهم يا أرحم الراحمين ردهم إلى أهلهم سالمين يا غانمين منصورين يا الله إلهي بحق محمد وآل محمد أي رب أمتدى على ولاية أمير المؤمنين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله أنا في الواقع الشيخي وصيني أبو ريحان ومن حقه إلهي أي رب ثبت هذا المكان المبارك إن شاء الله باسم الحسين ببركة الحسين بذكر علي وأبناء علي يا الله هيئ من يقف ويساند ويشارك ويدعم للحسين لأهل البيت للبرزخ للآخر يا الله إلهي بحق محمد وآل محمد عودنا اجعل آخر ما نلهج به عند الموت كلمتين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نسبقها بدعاء الفرج وعجل ثم قرب في فرج مولانا قائم آل محمد يا حسين